اشتركوا في القناة محمد صلى الله عليه وسلم الذي تقول عنه كتب السيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البتر يبدأ من لقياه بالسلام ويتحدث بجوامع كلم لا قصور فيه ولا تبضيل اللهم صلي على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السعادة الزوجين النهاردة خليني أتكلم مع حضرتكم في موضوع مهم جدا وهو إزاي الواحد يختار زوجته إزاي الزوجة تختار زوجها هحكي لكم الأول حكاية وبعدين أقول لك إزاي تختار مرادة إنك لو اخترت الصح هتعيش سعيد ولو اخترت غلط هتعيش حياة بعيدة عن منهج ربنا سبحانه وتعالى وهتتعب قوي في حياتك خليني أحكي لحضراتكم عن قاضي جليل اسمه شريح القاضي شريح القاضي كان له صديقه وصحبه قال له أنا بحبك أو يا صحبي ونفسي يعني يكون لك أخت صلحة زيك كده أتجوزها وأناسبك قال له تعالى أنا عندي أختي كويسة أوي تعالى أتجوزها لك ورح يتجوزها ولم يكن قد رأاه على بركة الله وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ليلة الزفاف نظر إليها فوجدها جميلة فتوضى وصلى ربنا ركعتين بيشكر ربنا سبحانه وتعالى على إن ربنا كرموا بزوجة صلحة بتعرف ربنا سبحانه وتعالى بيقول بقى شريح القاضي فلما سلمت لما قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وجدتها تسلموا بسلامي يعني هي كمان كانت من بأسرة طيبة من بيئة صلحة اتوضت وصلت وبعد الصلاة بعد ما خلصت صلاة معا صعدت على أريكة دكة عليك كده ووقفت تخطب له في ليلة الدخلة وقالت له ايه؟ قلت له باسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد اعلم أبا مسعود باسم زوجة بتقول له اعلم أبا مسعود أن الزواجة امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان يعني ايه؟ يعني هتعيش معاها بما يرضي الله هتدحى وتقول لها تفضلي شكرا وبرك الله فيك مش قادرين يعيش مع بعض لكن نعود نعظف بعض ونشتك بعض ونروح المحاكم ونعمل مشاكل ومتعب مع بعض ونكيد لبعض ده يجعل الشيطان يتدخل يا جماعة وإذا يتدخل الشيطان نزعت البركة من كل شيء خلينا اتكلمكم عن يعني زوجة هذا القاضي شريح بتقول له اعلم أبا مسعود أن الزواجة امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان وقد شاء الله عز وجل أن أتزوج منك وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تتزوج مني وإذا أراد الله فلرد لقضائه لو ربنا أراد انتهت المسألة فأنا إنسان غريب عنك ما عرفكش ما عشرتكش كتير يعني ومن بيئتانية مختلفة عن البيئة اللي انت تربيت فيها فقل لي بالله عليك ما الذي يزعجك حتى لا أفعله يا سلام ستة عظيمة والله وزوجة عظيمة بتقول له جزء إيه إيه اللي زعلك عشان ما أعملهوش دلوقتي إيه اللي زعلك عشان أعمله عشرين مرة عشان أضيقك كتير قوي قوي شوفوا الفرق بين الست زمن والزوجة دلوقتي ما الذي يزعجك حتى لا أفعله فقال لها الجيران دول ناس صالحين يتعامل معهم والجيران دول ناس سيئين لا تتعامل معهم يتعامل مع دول وما تتعاملش مع دول الزوج بيقول باجا معي إيه خدوا بالكم بيقول فعشت مع زوجتي عشرين سنة كاملة لم أعاتبها إلا مرة واحدة كنت أنا الظالم له يا خبر بيض يا خبر بيض عاش معها عشرين سنة ما عاتبهاش إلا مرة واحدة وكان كمان هو الظالم له إيه ده إيه الأخلاق العالية والأدب الجم ده وعدين بيحكي بعد شريح القاضي وبيعلمنا كلنا بقول لنا إيه ثم جاءتني أم زوجتي حماته جات تزوره يا ترى جات تزوره إمتى تاني يوم تالت يوم رابع يوم لا والله جاءت تزوروني بعد سنة كاملة من الزوج ليه إيه الحكمة يعني سابت بنتها سنة في حد بسألش مع بنته سنة تتطمن عليها من بعيد لكن ما راحتش زالتها اللي بعد سنة ليه الزوج والزوجة الزوجة تربت في بيئة والزوجة تربت بيئة تانية أكيد هيحصل منهم الأول خلافات ومشاكل ومشاحنات في الأول لغاية ما يولفوا على بعض لغاية لما ياخدوا على بعض فهي الأم دي قدت لبنتها فرصة من بتختلف مع زوجة وده درس مهم جداً لبعض الأمهات اللي بيتدخلنا في حياة البنت كل يوم تكلم ماما في التليفون عملنا تخلينا ولا حول ولا قوة إلا بالله ينبغي على الزوجة إنها لا تحكي أسرار بيتها لأحد على الإطلاق وإنها ترضي ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير المهم حمد شريح جاءت تزوره بعد سنة فقالت له يا ولدي كيف حال ابنتي معك فقال لها على أكمل وجهني يا أمها بنت خلفتي بنت كويسة قوي فقالت له يا ولدي اعلم أن المرأة تفسد على زوجها في حالتين الزوجة بتفسد على زوجها في حالتين الحالة الأولى عندما تنجب أول ما تخلف 95% من اهتمتها لابنها و4% لعلتها واصرتها و1% الجزء وعلته ده إذا كان يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله والحالة الثانية عندما يدللها الزوج وينفذ لها كل رغبتها سواء أكانت هذه الرغبات ترضي الله أم لا ترضي الله سبحانه وتعالى يعمل له كلها يا عزاء بالصح والغلط بالحق والباطل ما ينفعش صح يعملوا الغلط لا ثم قالت له يا ولدي زوجتك هي جنتك ونارك والله فعملها بما يرضي الله سبحانه وتعالى ثم تركته وانصرفت نتعلم من ده قصة دي اللي حكيتها لكم دروس كتيرة أوين إن الأم ما تعجش تدور ورا بنتها إيه اللي حصل وإيه اللي ما حصلش وإيه التفصيلات وإيه 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 سيبنتك تعيش حياتها نتعلم حسن الاختيار نبحث عن الزوجة المتدينة اللي عرفه ربنا سبحانه وتعالى اللهم إنك عفو كريم وانتحب العفو فعفو عنا اللهم على طاعتك أعيننا ومن شر خلقك سلمنا واهدنا لأحسن الأخلاق يا رب العالمين إنك على ما تشاء خدير شكر الله لكم أيها الأحبة يزاكم الله خيرا نلتقي على خير في الحلقة القادمة إلى اللقاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته